السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طالبات وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون أهلا وسهلا بكم مصرافة عبد المنعم معلم خبير مواد قانونية نهذا إن شاء الله نتكلم في مادة الإجراءات الجنائية أو مبادئ قانون الإجراءات الجنائية هنبدأ من عند قانون الإجراءات الجنائية الإفراج المؤقت الإفراج المؤقت أحيانا المحقق أثناء التحقيق يكون المتهم مقبوض عليه لأي سبب من الأسباب فقد يكون هناك إفراج مؤقت ده معناه أن الدعوة أو التحقيق مازال مستمر ولكن توافر سبب من أسباب الإفراج المؤقت عن المتهم تعريف الإفراج المؤقت هو إطلاق صراح المتهم احتياطيا لتخلف السند القانوني أو لانتفاق المبررات الموضعية يعني المحقق بيشوف أنه ما فيه سبب قانوني لبقاء المتهم في الحبس أو في القبض عليه أو ما فيهش مبررات موضعية يعني إذن فيه أسباب موضعية وأسباب قانونية أنواع الإفراج المؤقت هم نوعين إفراج وجوبي وإفراج جوازي الإفراج الوجوبي لهو إذا توفرت أحد أسبابه كان على المحقق أنه يفرج عن المتهم على طول والإفراج الجوازي ده معناه أنه يجوز للمحقق أن يفرج عنه أو لا يفرج عنه هنشوف حالات الإفراج الوجوبي وهما أربع حالات ودي من النقاط المهمة اللي إحنا محتاجين إحنا نركز فيها ومحتاجين إحنا يعني ما نفوتهاش أو ما نسيبهاش أول حالة إذا كان له لو المتهم إذا كان له محل إقامة معروف ومرت ثمانية أيام على استجوابه والجريمة جنحة الشرط ده في حد ذاته في أكتر من شرط أنه يكون له محل إقامة معروف ويكون فات ثمانة أيام على استجوابه وقيد التحقيق والجريمة جنحة يعني مش جناية ولا تزيد العقوبة عن سنة حبس يعني الشرط ده طلوحه فيه أكتر من شرط أنه يكون مر ثمانة أيام والجريمة تكون جنحة وإني ما يكونش العقوبة بتاعتها أكتر من سنة ويكون ليه محل إقامة معروف بحيث إذا سلطة التحقيق احتاجته تقدر تجيبه مرة أخرى الحالة الثانية إذا انتفى السند القانوني للحبس الاحتياطي السند القانوني يعني ما فيش سبب قانوني يخليني أن أنا أحتاجز المتهم عندي احتياطية الحالة الثالثة نسمعها حالات ولسة شروط في فرق بين الحالات والشروط الحالة الثالثة إذا تقرر بألا وجه لإقامة الدعوة فيه قرار هناخده لسه برضو النهاردة إن شاء الله اسمه قرار لا وجه لإقامة الدعوة أنا المحقق سواء كان عضو نيابة أو إذا كان قادي تحقيق رأى أنه لا وجه لإقامة الدعوة مش حفظ لا وجه لإقامة الدعوة فبالتالي بيتم الإفراج عن المتهم فورا الحالة الرابعة إذا كانت الجريمة جنحة وحبس المتهم ستة شهور احتياطي وده الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ده ببعض الوقت ما يحبوز عشان جنح أو ما يحبوز عشان جنح وفات ستة شهور حبس احتياطي ده ما ممكن أصلا تكون المدة دي أكثر من العقوبة لا يستحقها فبالتالي يتم الإفراج عنه وده إفراج وجودي هنشوف بعد كده النوع الثاني من الإفراج اللي هو الإفراج الجوازي الإفراج الجوازي أي يجوز لعضو النيابة أو للمحقق عموما أنه يفرج عن المتهم أو لا بنقول يكون في حالة انتفاء أسباب الحبس الاحتياطي ويشترط تعهد المتهم بالحضور يعني خلاص مفيش سبب من أسباب الحبس الاحتياطي هنا يجوز للعضو النيابة أن يفرج جوازيا عن المتهم طب إيه هي السلطات المختصة بالإفراج الجواز عن المتهم أو بالإفراج المؤقت عن المتهم هم سلطتين إما النيابة العمى إما قاضي التحقيق يعني النيابة العامة يقاضي التحقيق في بعض الأحوال لما بتصدر أوامر في التحقيق الابتدائي هذه الأوامر يجوز استقنافها ما بقى لك إذا كانت الأحكام القضائية يجوز استقنافها إذا يبقى الأوامر الصادرة من التحقيق لا يجوز استقنافها لا يجوز استقنافها وفي حالات وفي أنواع هنتكلم عنها دلوقتي ما هي الأوامر التي يجوز للنيابة العامة استقنافها هنيابة تكلم عن النيابة العامة لما تستقنف يابه بالمنطقة هل النيابة العامة هتستأنف على نفسها لا يابه هتستأنف على إيه هتستأنف على الأوامر الصادرة bonne قادة تحقيق يا مستشار التحقيق طيب أول حالة من الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة استئناف أوامر التحقيق واحد الأمر الصادر فيه جناية بالإفراج عن متهم محبوس إحتياطي جاء قادة تحقيق راح أفرج عن المتهم محبوس إحتياطيا إن جزء للنيابة إذا وجدت أن فيه مسوغ قانوني لعدم الإفراج عنها تستأنف هذا الأمر اتنين أوامر الإحالة إلى المحكمة الجزئية صدر أمر إحالة من قادة تحقيق أو من المحقق بإحالة المتام إلى المحكمة الجزئية وكانت النيابة ترى غير ذلك فلا أن تطعن أو تستأنف أو تعترض على هذا القرار ثلاثة الأوامر المتعلقة باقتصاص قادي التحقيق يعني بعض الأمور أو بعض القضايا دخلت في اقتصاص قادي التحقيق وكانت النيابة ترى غير ذلك ترى أن هذا الأمر أو هذه الدعوة أو هذه التهمة لاست من اقتصاص قادي التحقيق فلا أن تستأنف أي تعترض على هذا الأمر من ثاني ممكن يتعن أو يستأنف على أوامر التحقيق هو المدعي المدني المدعي المدني باختصار هو الشخص اللي يطلب تعويض نتيجة الضرر الذي يتعرض له بسبب الجريمة يعني حصلت جريمة ببلغة لها شك شك جناء وشك مدني شيء الجناء ده من اقتصاص النيابة العامة هي المسؤول عنه عشان ده بتسميه الحق العام طيب الجريمة ده يترتب عنها ضرر مادي لشخص أو معناوي لشخص فمنحول أن يطلب تعويض التعويض دهوة بنسميه هنا دهة الشك المدني بنسمي الشخص هنا في الحالة دي اللي بيطلب تعويض بنسميه المدعي بالحق المدن هل يجوز له استئناف أوامر التحقيق؟ هل يجوز؟ عندنا ثلاث حالات واحد الطعن في أوامر التحقيق المتعلقة بالاختصاص اثنين الطعن في قرار النيابة برفض قبول للدعاء المدن يعني أنا رحت أدعي مدنيا أدعي مدنيا يعني طالب بتعويض والنيابة رفضت استأنف قرار النيابة ثلاثة الطعن في الأمر بقى لواجه لإقامة الدعوة جيل محقق سواء كان نيابة أو قادي وأصدر قرار بقى لواجه لإقامة الدعوة تمام لواجه لإقامة الدعوة ده قرار قضائي ولي حجية تمام كده المدعي بالحق المدني حقه يديع يعمل ايه؟ يستأنف هذا الأمر الأوامر التي يجوز للمتهم استئناف المتهم بقى لو ارتكب الجريم ايه الأوامر التي يجوز لها استئناف؟ فهي حالة واحدة فقط لغير الطعن في أوامر قد التحقيق المتعلقة بالاختصاص يعني إذا كان في عدم اختصاص فللمتهم أنه يطلب أو يستأنف هذا الأمر طيب هنطعن هنستأنف ايه الجهات المختصة بنظر الاستئناف وإجراءاته؟ سواء اللي استأنفت النيابة أو المدعب الحق المدني أو المتهم واحد في الجنح تختص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في جرفة المشور احنا عارفين محكمة الجنح المستأنفة دي تعتبر محكمة التاني درج وهي محكمة وظيفتها أن هي بيستأنف أمامها الأحكام الصادرة في الجنح في المواد الجزئية سواء كانت جنح أو مخالفات وأيضا من اختصاصها أن نستأنف قدامها أوامر التحقيق اتنين لو كانت جناية لو كانت جناية يعني الأمر صادر في جناية احنا عارفين طبعا فرق بين الجناية والجنح نقدر نفرق ياولاد ما بين الجناية والجنح عن طريق العقوبة عن طريق العقوبة بمعنى لو أنا عندي جريمة لديت عقوبتها إعدام أو سجن على طول تبقى جناية لو أنا عندي جريمة لديت عقوبتها الحبس تبقى جنح تمام؟ طيب في الجنايات تختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة معادة الاستئناف للأوامر لما بتكلم عن قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية فأنا بتكلم في مواعيد بتكلم في إجراءات القانون لما بيحدد إجراءات فبيلتزم جميع أطرافها بالمواعيد اللي حددها ليه؟ علشان تثبت الحقوق وتستقر الأمور ما يكونش أنا ليه حق في استئناف واعد 3-4 سنين وبعد كده راح أستقنف لا طبعا الطرف الثاني من حق أن يستقر يعرف أننا كان هاستقنف إذا كنت هستقنف ولا مش هستقنف يعرف إذا كان فعلا فيه استئناف مرفوع عليه ولا فيه استئناف مرفوع عليه فتستقر الأمور فبالتالي هنا إحنا بنتكلم في مواعيد سواء مرافعات أو إجراءات جنائية طيب معد الاستئناف للأوامر هي خلال عشرة أيام من صدورها يعني من صدور الأمر ويستسنى الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوسي احتياطيا يعني لو متهم محبوسي احتياطيا وصدر أمر بالإفراج عليه لازم يستقنف القرار خلال 24 ساعة طبعا اللي هاستقنف أنا مش المتهم حدش بيستقنف على الإفراج عنه لا يستقنف أنا ممكن تكون النيابة أو أي حاجة أو أي طرف تاني لكن طبعا المتهم مش هستقنف على الإفراج عنه إذن الاستئناف على القرار الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوسي احتياطيا بيكون خلال 24 ساعة وحالة رفض قبول المدعب بالحق المدني خلال ثلاثة أيام وكمان لو أنا مدعب بالحق المدني وقدمت طلب بالدعاء بالحق المدني أمام النيابة والنيابة رفضت من حق إن أنا استقنف الأمر بتاع النيابة خلال ثلاثة أيام إذن هنا المدة عندي ثلاثة مدن عشر تيام 24 ساعة ثلاثة أيام احفظوا المواعيد لأنها بتيجي في صورة أكمل أو اختار أو صحي وغلط ومهمة جدا 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 عضو النيابة أو المحقق عموما أو جات التحقيق بعد ما تنتهب من التحقيق لازم تصدر قرار القرار دو بيكون واحد من اتنين يأما حالة الدعوة للمحكمة طبعا في حالة ثبوت التهمة بيحل الدعوة للمحكمة يأما الأمر بقال لوجه لإقامة الدعوة في حالة عدم ثبوت التهمة إذن عندي كم أمري بيصدر في نهاية التحقيق أو بيؤحال إليه التحقيق أمرين أحدهما يأما حالة الدعوة للمحكمة يأما الأمر بقال لوجه لإقامة الدعوة أولا أمر الإحالة تعريفه حفظ لو سمحت هو انتقال الدعوة من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة خلاص المحقق أنهى التحقيق والطهمة سبتة على المتهم سواء بأي دليل بقى سواء شهود سواء باعتراف سواء بقراء سواء بأدلة خلاص بيؤدي المحكمة طبعا المحكمة المختصة والمحكمة اللي احنا بنسميها التحقيق النهائي عشان عندي تحقيق ابتدائي اللي بيعمله المحقق وعندي مرحلة التحقيق النهائي اللي بتعملها المحكمة أو المحاكمة هنشوف أول حاجة الإحالة في الجنح والمخالفات من عندي جنح ومخالفات وجنايات الجنح والمخالفات لهم أمر أحالة والجنات لهم أمر أحالة تاني وذلك بسبب اختصاص المحكمة نشوف واحد يصدر القرار بأمر الأحالة بالمحاقق المحاقق بعد ما بينتهي طوما سبت عليك ساعة الباشا يحل المحاكمة اتنين تحال الدعوة من النيابة العامة أو قادي التحقيق أو المدعي المدني تلاتة تحال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين يعنينا دلوقتي كمحقق أصدر قرار أو أمر بأحالة الأمر أو التحقيق إلى المحاكمة خلال يومين بالأوراق كلها بتاعت الدعوة بتاعت التحقيق بتحال إلى المحكمة أربع إعلان المتهم بأنه تم إحالة التحقيق إلى المحاكمة وعند الجلسة والمحكمة المختصة وما إلى ذلك طب الإحالة في الجنات إحنا كده تكلمنا عن الإحالة في الجنح والمخالفات طب الإحالة في الجنات إذا رأى قادي التحقيق ما قلناش بقى النيابة لان اللي بيحقق في الجنايات قادي التحقيق بينتدى بقادي تحقيق اذا رأى قادي التحقيق بان الواطعة جناية والادلة ثابتة يعني التهمة ثابتة بالادلة يصدر من قادي التحقيق او المحامي العام يبقى ايزا هنا الاحالة الاحالة في الجنايات بتصدر يا امة من قادي التحقيق او المحامي العام ودي تعتبر درجة عالية من درجات النيابة العام اتنين يجب كتابة اسم المتهم والتهمة والشهود وتاريخ الجلسة وتوقيع القاد قاد التحقيق طبعا في الجنايات لا يجوز مثول المتهم في التحقيق او في المحاكمة او في اي اجراء من اجراءات التحقيق سواء الابتدائي او التحقيق النهائي اللي هي المحاكمة الا في وجود محامة لو المتهم جمع محامة خلاص الموضوع منتهي طيب لو ما جمش معه محامة او ظروفه لا تسمح بذلك بيتم ندب محامة للمتهم في الجنايات على النحو التالي واحد على المحكمة ندب محامي للمتهم في الجنايات انا رحت في جناية ومعيش محامة على طول المحكمة بتنضب محامة وذلك بالتعاون مع نقابة المحامة اتنين الندب في خضايا الجنايات وليس الجنح اذا يجوز ان انا احضر جنحة وانا معيش محامة لكن الجنايات لازم 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 وذلك لصعوبتها وشدة عقوبتها فبالتالي المتهم قد لا يكون جدير بالدفاع عن نفس فلازم يكون فيه محامة متخصص سواء يكون موجود سواء المتهم جابه او تم ندبه من جانب المحكمة ثلاثة لا يشترط ندب محامة اثناء التحقيق اربعة دور المحامة لايس فقط امام المحكمة انما كل اجراءات المحاكمة سواء انتقال ومعينة سواء سماع شهود او ندب خبير وهكذا كل هذه الاجراءات بيكون المحامة موجودة خمسة لا يجوز للمتهم التنازل عن ندب محامة يعني ما ينفعش قول لا امش عايز المحامة لا ده مش من حاكمة قول ان اذا حصل وما حضرش المحامة تبطل المحاكمة على طول هناخد نقطة جديدة هي الامر بقالة واجه اللي قمت الدعوة احنا كده خلصنا الاحالة وشوفنا الاحالة في الجنات وشوفنا الاحالة في الجنح والمخالفات طيب المحقق سواء كان نيابة او قاضي تحقيق وجد ان لا وجه الاقامة الدعوة لا اي سبب من الاسباب اللي هنشوف لان في اسباب قانونية وفي اسباب موضوعية وفي اسباب ترجع الى قانون لاجراءات الجنائية طيب ايه والامر بقالة لا وجه الاقامة الدعوة يصدر من سلطة التحقيق بصرف النظر يعني يصرف النظر عن اقامة الدعوة امام القضاء يعني خلاص لن نقيم الدعوة يعني ما فيش قرار ايحال إبقى داي الحالة التانية من الحالات التي يصدرها المحقق قلنا الحالة قلنا خلاص الايحالة الحالة التانية اللي هو الامر بقالة وجه لإقامة الدعوة طيب الامر بقالة وجه لإقامة الدعوة ايه هي خصائصه يريد نميز ما بين الخصائص والأصار ما نخلطش ما بينهم كتير جدا بتخلطه ما بين الخصائص والأصار الخصائص رقم واحده هو امر قضائي امر قضائي يعني زي زي حكم المحكمة يعني ايه امر قضائي يعني لا يجوز للمدعب الحق المدني بعد ما يصدر هذا الامر للدعاء المباشر يعني ايه مستر الادعاء المباشر يعني يروح للمحكمة المختصة يرفع دعوة بنفسه على طول لا خلاص طالما صدر امر بقى لواجه لقامة الدعوة فهو له حجية حتى وان كانت حجية مؤقتة ولكن له حجية اتنين وهي بقى المرتبطة بواحد له حجية مؤقتة طيب شروط الامر بقى لواجه لقامة الدعوة هما ثلاث شروط عايز لما تيكي تحفظه طبعا تفهمه الاول لما تيكي تحفظه احفظه بالعدد يعني لما تكلمنا على الخصائص قلنا اتنين نتكلم على الشروط نقول ثلاثة عشانه انت بتحل ما تنساش طيب شروط الامر بقى لواجه لقامة الدعوة واحد ان يكون مكتوب فبالتالي لا يصدر الامر بقى لواجه شفاوية لو جالك في الامتحان وقال لك الأمر بقال لها واجهة هو أمر شفوي يصدر شفوي غلط هو أمر يجب أن يكون مكتوب اتنين يكون صريح يعني لا يصدمني صريح تلاتة يتم تسبيبه يعني إيه السبب سواء كان سبب موضوعي أو سبب قانوني أو سبب يرجع لقانون الإجراءات الجنائية أسبابه بقى ليه مرتبطة بآخر شرط أولا الأسباب الموضوعية واحد عدم صحة الواقع يعني بعد التحقيق مع المتهم اكتشفنا الواقع جرائي أنا رحت اتهمت واحد بسرقتي وجابه المتهم وقعدوا يحققوا معه في الآخر يطلعوا أن أنا بدايع عليه وهو فعلا ما سرقنش يبهي هنا عدم صحة الواقع حفظ شوري مش حفظ لوجه لإقامة الدعوة اتنين عدم معرفة الفاعل يعني فيه جريمة بس مش معروف من الفاعل طب خلاص التحقيق لازم ينتهي فنعمل ايه لوجه لإقامة الدعوة تلاتة عدم كفاة الأدلة جبنا متهم ولكن الأدلة غير كافية طب نعمل ايه لوجه لإقامة الدعوة النيابة أو المحقق لا تحيل المتهم إلى المحاكمة إلا إذا كانت الأدلة كافية وقوية طيب الأسباب القانونية الإباحة خدنا الإباحة في سنة تانية زي الدفاع الشرعي زي الألعاب الرياضية زي ممارسة الأعمال الطبية كل دي تعتبر أسباب إباحة فبالتالي بتكون سبب من أسباب لوجه لإقامة الدعوة اتنين امتناع المسئولية زي المجنون تلاتة عزل يعفى من العقاب عندنا في مادة العقوبات أن الراشي يعفى من العقاب إذا أبلغ عن الجريمة وترتب على هذا الإبلاغ ضبط المرتش يعفى من العقاب دي تشجيع لي إلغاء الأمر بقى لوجه لإقامة الدعوة إن الأمر يجوز إلغاءه في ثلاث حالات واحد ظهور دلائل جديدة يعني بعد مصادر أمر بقى لوجه لإقامة الدعوة ظهر الدلائل لا المتهم في دلائل ضده نجيبه تاني ونلجي الأمر الأولاني اللي هو بقى لوجه لإقامة الدعوة اتنين إلغاء النائب العام له النائب العام له سلطة إلغاء الأمر بقى لوجه لإقامة الدعوة تلاتة إلغاء الأمر بنيعنا تطعن عليه إذا كان يجوز إلغاء الحكم بالطعن عليه إبقى لا يجوز إلغاء الأمر بقى لوجه لا يجوز إلغاء الأمر بقى لوجه النوع الثاني من الأوامر الصادرة في التحقيق وهو الأمر بالحفظ الأمر بالحفظ يختلف عن الأمر بقل واجه أما الاتنين بترتب عليهم عدم الاستمرار في التحقيق ولكن فيه فروق بسيطة هنقولهم دلوقتي تعريف الأمر بالحفظ هو الأمر بحفظ ورق القضية وعدم تحريك دعوة ضد المتهم لا تموادزة الأمر بقل واجه لا هنعرف دلوقتي لما نتكلم عن الخصائص والأثار أنه فيه فرق فيه فرق ما بين الأمر بقل واجه والأمر بحفظ الأوراق الأسباب القانونية الفعل ليس جريمة يعني واحد اتمسك وبحق معاه فاكتشفنا أن الفعل ليس جريمة يعني غير معاقب عليه في قانون العقوبات حفظ على طول اتنين إباحة الفعل يعني الفعل مباح تلاتة امتناع المسئولية زي ما قلنا زي المجنون أربعة توافر عزل وعفية من العقاب فيه تشابه بعض الشيء ما بين الأمر بقل واجه والأمر بحفظ الأوراق أو حفظ التحقيق طب إيه الأسباب المستندة لقانون الإجراءات الجنائية الأسباب المستندة لقانون الإجراءات الجنائية عشان أصدر أمر بحفظ واحد عدم تقديم شكوى أو التنازل احنا خدنا في أول الإجراءات الجنائية السنة أن هناك بعض الجرائم لا يجوز تحريك الدعوة فيها أو بدء التحقيق فيها إلا إذا تقدم المجن عليه بشكوى زي جرائم السب والقصف زي جرائم السرقة بين الأصول والفروع هو الأب والإب أو الأزواج والزوجات الزوج والزوجة طب هنا المتهم ما قدمش شكوى طب اتنين انقضاء الدعوة زي ما قلنا من شوية أن قانون الإجراءات الجنائية عموده الأساسي هو الموعيد طب الدعوة انقضت بسبب سقطها بسبب فوات معادها لأن المفروض الدعوة بتحرك في وقت معين أو الشكوى تقدم في وقت معين طب انقضت الدعوة ده على طول يترتب عليه إصدار أمر بحفظ التحقيق طب ايه الأسباب الموضوعية للأمر بالحفظ احنا كده اللي فده كان أسباب قانونية عدم كفاة الأدلة اتنين عدم معرفة الفاعل تلاتة عدم صحة الواقعة أربعة عدم الأهمية نقولهم تاني عندنا أربعة أسباب لحفظ التحقيق عدم كفاة الأدلة اتنين عدم معرفة الفاعل تلاتة عدم صحة الواقعة أربعة عدم الأهمية طب هي الأثار المترتبة على الأمر بالحفظ الأثار المترتبة على الأمر بالحفظ واحد هو أمر إداري نشوفنا الأمر بقلق لقمت الدعوة ده أمر قضائي لا ده أمر إداري كانوا قرار إداري لا يكسب المتهم حقا ولا حجية مؤقتة ويجوز الرجوع فيه اتنين لا يمنع المضرور من الادعاء المباشر هنا بقى عكس الأمر اللي فات هنا الأمر اللي فات اللي هو بقلق لقمت الدعوة يمنع المدعي بالحق المدني من الادعاء المباشر لكن الأمر بالحفظ لا يمنع المضرور من الادعاء المباشر يعني إذن أنا يجوز لي أروح للمحكمة مباشرة وادعي مباشرة تلاتة لا يجوز الطعن عليه لأنه أمر إداري أربعة يستند أو يستند على محضر جمع الاستدلالات مأمور الضبط القضائي لما بيكون فيه جريمة معينة بيعمله محاضر جمع استدلالات بيتم رفعها للنيابة النيابة لما تصدر أمرها بالحفظ ده معنا أنها ما عملتش إيه؟ ما عملتش تحقيق ما عملتش تحقيق ليه؟ عشان كده بنوع له أنه أمر إداري وليس أمر قضائي بيستند على محضر جمع الاستدلالات على عكس الأمر بقى لواجه بيصدر بعد التحقيق هدي فرق آخر ما بين الأمر بالحفظ والأمر بقى لواجه لإقامة الدعوة الأمر بقى لواجه لإقامة الدعوة يصدر بعد التحقيق لشان كده أمر قضايا الأمر بالحفظ هو أمر إداري بيصدره المحقق بناء على محضر جمع الاستدلالات اللي بيعملوا مأمور الضبط القضايا خصائصه هم خاصياتين فقط أمر إداري اتنين يجوز الرجوع فيه أو تعديله في بعض الأحوال أن التهم قد تكون بسيطة أو الجريمة بسيطة لا تحتاج إلى محاكمة وإصدار أحكام وما إلى ذلك وتحميل المحاكم معب كبير يكفي ما لدى المحاكم من كم كبير من القضايا والدعاوة المتعطلة بسبب بطء الإجراءات فبسبب بساطة الجريمة أو التهمة فيصدر قرار اسمه الأمر الجنائي الأمر الجنائي إذن هنا في ضعف تهمة أو جريمة بسيطة مش محتاجة إجراءات معقدة زي إجراءات المحاكمة بالنسبة للدعاوة أو الجرائم الكبيرة تعريف الأمر الجنائي هو قرار يصدره القاضي أو عضو النيابة إذن يصدر من القاضي أو عضو النيابة بعقوبة بغير حضور الخصوم يعني في غيبة الخصوم إذن الأمر الجنائي يصدر في غيبة الخصوم وبناء على اتلاعه على الأوراق وبدون تحقيق أو سماع شهود ولكل من الخصوم الاعتراض عليه إذن الأمر الجنائي هنا صدر بناء سواء على طلب المجنة عليه أو بناء على طلب من النيابة وإذا صدر هذا الأمر الجنائي بيصدره المحقق سواء كان القاضي أو النيابة في غيبة الخصوم ويجوز للشخص اللي صدر ضده أو الشخص اللي صدر في صالحه الأمر أنه يعترض عليه طيب لصالحه الأمر يعترض إزاي إذا كان غير كافي بالنسبة له لهم يحقق ما يطلبه يصدر الأمر بالحفظ من القاضي أو النيابة العامة شروط إصدار القاضي للأمر الجنائي واحد في المخالفات والجنح ده معناه أن الأمر الجنائي يصدر في المخالفات والجنح يعني ما يصدرش في الجنايات الجنايات دي جرام كبير فبالتالي محتاجة محاكمة وتحقيق وكذا لكن فعشان زي ما قلت لكم إن شاء الأمر الجنائي هو بيكون في الجرائم البسيطة لازم يكون في جنحة أو مخالفة اتنين بناء على أمر من النيابة العامة تلاتة عدم حضور الخصوم يعني ما عندي كم شرط؟ تلاتة واحد في المخالفات والجنح اتنين بناء على أمر من النيابة العامة تلاتة عدم حضور الخصوم ده في حالة لو الأمر صدر من مين؟ من القاضي رفض إصدار الأمر من القاضي طب القاضي لقى إن الأمر لا يجوز إصداره ده هو الأمر الجنائي امتى؟ إذا كان التحقيق ضروري إحنا قلنا من شوية إن الأمر الجنائي يصدر بدون تحقيق طب القاضي لما رأى الأوراق وجد لا لابد من تحقيق عشان محتاج توضيح محتاج تأكيد إن التهمة سابتة يبقى ما ينفعش يصدر أمر الجنائي يحلل التحقيق على طول إحنا قلنا إن الأمر الجنائي يصدر بدون تحقيق إذن إذا كان هناك تحقيق فلا يصدر أمر الجنائي اتنين إذا كان للمتهم صوابك السابقة إن المتهم ارتكب نفس الجريمة أكثر من مرة وصدر إليه أحكام دي جدا اسمها سابقة وتكون سابتة عليه يبقى عندي حالتين بيرفض فيهم القاضي إصدر أمر الجنائي واحد إذا كان هناك حاجة للتحقيق اتنين إذا كان للمتهم صابق الاعتراض على الأمر الجنائي يجوز الاعتراض على الأمر الجنائي للنيابة العامة أنها تعترض على الأمر الجنائي خلال عشر أيام أمام محكمة جنح مستأنفة يعني لو القاضي أصدر أمر جنائي فالنيابة العامة من حقا أنها تعترض عليه خلال عشر أيام فين؟ أمام محكمة الجنح المستأنفة الحالة التانية يجوز من المتهم نفسه بشرط حضور الجلسة احنا قلنا ان الامر الجنائي بيصدر في غيبة الخصوم المتهم جاله اعلان بالامر الجنائي او علم بيب اي طريقة من الطرق له على طول ان يزب ويعترض على الامر الجنائي الامر الجنائي بقى لو صدر من نيابة العامة احنا قلنا من شوية ان الامر الجنائي قد يصدر من القاضي او قد يصدر من النيابة العامة احنا كده خلصنا الامر الجنائي الصدر من 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 القاضي أنا أتكلم عن الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة حق النيابة العامة في إصدار الأمر بنص القانون ولكن بشروط هنا بقى القانون فرض شروط يعني أكثر شدة على النيابة العامة غير القادي لا تزيد العقوبة عن غرامة بألف جنيه ده معنى إيه؟ لا يجوز للنيابة العامة إصدار أمر الجنائي بالحبس إذا كان الأمر الجنائي محتاج حبس يبقى على طول يكون مختصص القادي لكن النيابة العامة تصدر أمر جنائي إذا كان غرامة لا تجاوز ألف جنيه الحالة التانية أو الشرط التاني حق إصدار الأمر المين؟ رئيس أو وكيل النيابة فقط إحنا عارفين النيابة العامة بتبدأ بدرجات من أول مساعد نيابة معه النيابة ووكيل النيابة أو هكذا إن الأمر الجنائي بيصدر من اخصاص مين؟ يئم رئيس النيابة أو وكيل النيابة ويجوز للمتهم الاعتراض عليه الاعتراض على الأمر الجنائي ويجب حضور الجلسة أنت تعترض بما تيجي تحضر تسلم نفسك إذا كان بحبس أو تحضر بنفسك إذا كانت غرامة ويجب حضور الجلسة المحددة ويجوز إلجاء الأمر الجنائي الصادر من النيابة بقرار من رئيس النيابة أو المحام العام يبقى أنا كواكيل نيابة أصدرت أمر جنائي بغرامة وإن الغرامة ما تزيدش عن إيه؟ عن ألف جنيه يجوز بقى لرئيسي اللي هو رئيس النيابة أو المحام العام إلجاء هذا القرار كده خلصنا الأوامر الصادرة في التحقيق سواء بالإحالة أو سواء الأمر بقى لواجه لقمت الدعاوة أو الأمر بالحفظ أو الأمر الجنائي هنخش بقى على المحاكم إيه هي أنواع المحاكم؟ المحاكم الجنائية نوعين محاكم عادية ومحاكم خاص لما أقول محاكم جنائية عن المحاكم المختصة بنظر الدعاوة الجنائية ده الجرائم سواء جنائية أو جنحة أو مخالفة هنا هنتكلم عن نوع من المحاكم محاكم عادية ومحاكم خاصة أول حاجة هنتكلم عن المحاكم العادية وإحنا قبل كده تكلمنا عن أنواع المحاكم في مرات سابقة أول حاجة المحاكم الجزئية لها تعريف والتعريف دهوة بينجيبه من الاختصاص عارفين فيه اختصاص نوعي واختصاص محلي واختصاص شخصي تعريفها توجد في دائرة كل مركز أو قسم شرطة وتصدر أحكامها من قادي واحد وتختص بالجنح والمخالفات يبقى أنا أتكلم عن ثلاث حاجات بتوجد فين؟ وتشكلها ايه؟ وتختص بايه؟ بتوجد فين؟ في كل مركز وقسم شرطة يعني نفترض اسم مبابة فيه محكمة جنح مبابة اسم الدقيب وحكمة جنح الدقيب وهكذا طيب بتشكل من كم قادي؟ قادي فرط طيب بتختص بايه؟ بالجنح والمخالفات وقلنا ايه الجنح والمخالفات؟ هي الجرائم التي عقوبتها الحبس أو الجرامة النوع الثاني من المحاكم العادية محكمة الجنح المستأنفة واضح من اسمها محكمة استقناف يعني محكمة تاني درجة اللي أنا أورى عليكم تعرفها توجد في المحكمة الابتدائية بمعنى الجيزة فيها محكمة ابتدائية هيبقى فيها محكمة جنح مستأنفة وتصدر احكمها من ثلاثة قضاء يبقى ده تشكلها كم قادي؟ ثلاث قضاء وتختص بايه بقى؟ باستقناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ليه محكمة الجنح والمخالفات يبقى إذا لو فيه متهم صدر عليه حكم بالحبس أو بالغرمة في محكمة الجنح والمخالفات ليه المحكمة الجزئية من حقه أن يستأنف الحكم ده فين؟ أمام محكمة الجنح والمستأنفة ليه بتشكل من كم قاضي؟ من ثلاثة النوع الثالث من المحاكم العادية محكمة الجنايات واضح من اسمها كده بتختص بايه؟ طيب وتكون في محكمة الاستقناف إحنا مصر معروف أن فيها 8 محاكم استقناف إبقى فيها 8 محاكم إيه؟ جنايات وتصدر أحكمها من ثلاثة مستشارين ليست قضاء ثلاثة مستشارين وتختص بنظر إيه؟ الجنايات اسمها واضح جداً اسمها بيوضح اختصاصها أن هي بتختص بنظر الجنايات اللي هنعرفه بس هي موجودة فين؟ في المحاكم الاستقناف بتشكل من إيه؟ من ثلاثة مستشارين اللي هنور عليكم النوع الرابع محكمة النقد كنت نحن نتكلم على تعريفات لاني لسه هنرجع تانين نتكلم عن محكمة النقد كمحكمة الطعن لسه محكمة النقد في القاهرة وهي محكمة واحدة تصدر الحكم من خمسة مستشارين وتتكون من دوائر مدنية وجنائية وأحوال شخصية ومواد أخرى ده معناه أنه لما جاطعاً على مادة مادة يعني نوع الدعوة نفسها كانت جنائية ومدنية وأحوال شخصية محكمة النقد فيها مكان لهذه الدوائر كده خلصت المحاكم العادية بأنواعها للمحكمة الجزئية ومحكمة الجناح المستقنفة ومحكمة الجنات ومحكمة النقد هنتكلم بقى على المحاكم الخاصة وكمة محاكم خاصة ده معناه يئمة مرتبطة بشخص الجاني يئمة مرتبطة بوظيفته طيب أول حاجة هنشوف محكمة الأحداث إيه هو الحدث وطبعاً الأحداث احنا تكلمنا عنها في مادة العقوبات الحدث الذي لم يبلغ سنه 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة وتصدر أحكمها من ثلاثة قضاء وخبيران يعني المحكمة بيدخل في تشكيلها خبيرين وده حاجة خاصة بمحكمة الأحداث بس على الأقل أحدهم على الأقل من النساء يعني الخبيرين ممكن يكون لتنين نساء أو أحدهم نساء لكن لو لتنين رجال لا وتختص بكل الجرائم التي يرتكبها الحدث سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بأن محكمة الجنايات من حيث نوع الجريمة بتختص بأي جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة طالما إن اللي ارتكبها حدث اللي ارتكبها لم يتجاوز 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة والعبرة بوقت ارتكاب الجريمة وليس العبرة بوقت المحاكمة طيب الخبيرين دورهم ايه انهم بيعملوا تقرير نفسي واجتماعي عن المتهم ويقدموه للقضاء هل تقريرهم ملزم للقاضي لا زي ما قلنا قبل كده عن الخبير ان الخبير تقرير غير ملزم للقاضي هو مجرد معين للقاضي في اتخاذ القرار المناسب طيب النوع التاني من المحاكم الخاصة محاكم امن الدولة ويتنقسم الى محاكم امن الدولة الدائمة ويانوعين دائمة يعني منعاقدة دائمة ويانوعين محاكم امن الدولة العليا واليها اختصاص بجرائم معينة ومحاكم امن الدولة الجزئية وبرده لها اختصاص بجرائم معينة نوع التاني من محاكم امن الدولة هي محاكم امن الدولة طوارئ طوارئ يعني مش موجودة على طول طيب طوارئ عليا من ثلاثة مستشارين وجزئية من قاضي واحد وتختص محاكم امن الدولة طوارئ ده اختصاصها بقى بجرائم مخالفة اوامر رئيس الجمهورية والجرائم التي يحيلها رئيس الجمهورية لا يعني هنا دي محاكم مختصة بجرائم معين النوع الثالث من المحاكم الخاصة وهو المحاكم العسكرية ودي أبقى مرتبطة بوظيفة المتهم أو الجاني أو بالمكان اللي ترتكب الجريمة ضده وهي المحاكم العسكرية تختص بإيه بنظر الأفعال غير المشروعة يعني الجرائم الصادرة من أفراد القوات المسلحة هنشوف تشكلها أولا النيابة العامة العسكرية بيتولاها مدعي عامة عسكري زي النائب العام كده في النيابة العامة هنا بقى النيابة العسكرية بيتولاها مدعي عامة عسكري ومعاوني وتختص بالوظائف التي تختص بها النيابة العامة والقضاء المنتدبين يعني بتعمل تحقيق في الجرائم العسكرية دي وظيفة أنواع المحاكم العسكرية بقى واحد المحكمة العسكرية العليا ودي أعلى محكمة العسكرية ودي بتتكون من ثلاثة ضباط لا تقل ردبتهم عن مقدم وممثل نيابة وكاتب طبعا هنا الضبط بيكون حاصل على مؤهل قانون لصان صحوق مسا بالإضافة لردبتي العسكرية لأنه ده قادي طيب اتنين المحاكم العسكرية المركزية سلطة عليا تتكون من قادي قادي واحد ردبته مقدم وممثل نيابة وكاتب قادي ممثل نيابة طبعا نيابة عسكرية وكاتب للجلسة نوع الثالث محكمة عسكرية مركزية تتكون من قادي واحد ردبته ما تقلش عن نقيب برضو ممثل نيابة وكاتب طيب المحاكم العسكرية مين بيتحكم أصادها الفئات الخاضعة للمحاكم العسكرية واحد العسكريون اللي بيرتكبوا جرائم متعلقة بوظيفته اتنين المدنيون الملحقون بالعسكريين لما بيشتغلوا في وزارة الدفاع يعني عندنا طبعا في وزارات الدفاع وكده بيبقى فيه مدنيين بيقوموا بأعمال مدنية لا يسأل لهم صفة عسكرية اذا ارتكبوا جرائم متعلقة بوظيفتهم بيتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية ثلاثة المدنيون العاديين بقى امتى في حالات محددة زي الجرائم التي تقع على المعسكرات والأشياء العسكرية دبابة معسكر عربية عسكرية وهكذا الجرائم على الأسلحة والمعدات العسكرية القضايا المحالة من رئيس الجمهورية يجوز للرئيس الجمهورية احال الدعم وعانا إلى المحاكم العسكرية الجرائم الواقعة على العسكريين بسبب وظيفته هنخش على تشكيل المحاكم الجنائية كيقدر خلصنا أنواع المحاكم سواء كانت محاكم عادية أو محاكم خاص محاكم العادية خلصنا وقالنا أنواعها المحاكم الخاصة اللي هي محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدورة والمحاكم العسكرية يعني ثلاثة أنواع تشكيل المحاكم الجنائية بيبقى القضاء والنيابة والكاتب الجلسة وللعلم تشكيل المحاكم ده من النظام العام يعني لها جزء مخالفته يترتب على مخالف تشكيل المحاكم بطلان المحاكم على طول وده بطلان متعالج بالنظام العام يعني بطلان مطلق لا يجوز لحد ان يتنازل عنه اول حاجة هنتكلم عنه وهو الطرف الاول في تشكيل المحاكم وهو القضاء يجب ان تشكل المحكمة من العدد اللي بيتطلبه القانون في كل محكمة احنا عارفين قانون الاجرات الجنائية بيحدد تشكيل المحكمة سواء كانت جزئية او جنح مستقنافة او جنيات او نقط سانيا النيابة ده الطرف التاني هي جزء اساسي من تشكيل المحكمة وعدم تمثيل النيابة يبتل تشكيل المحكمة يعني اذا كانت الجلسة حضرت ولم يمثل احد من النيابة في الجلسة او في الدعوة على طول يتم إلجاء الجلسة لحين حضور من مثل النيابة واذا تمت اجراءات الجلسة في عدم وجود مثل النيابة يترتب عليها بطلان الجلسة على طول الطرف التالت في تشكيل المحكمة هو كاتب الجلسة هو جزء متمم لهيئة المحكمة وبدون حضوره يترتب عليه انه يكون تشكيل المحكمة بطل يبقى اذا تشكيل المحكمة هنا قضاء نيابة كاتب جلسة النيابة العامة لها تسلسل رئاسي زي اي وظيفة في الدنيا ولكن النيابة العامة لها تسلسل مختلف شوية عشان في لها رئاسة ادارية ورئاسة قضائية اول حاجة هنتكلم عن رئاسة وزير العدل للنيابة العامة جميع اعضاء النيابة العامة تابعون لوزير العدل تبعية ادارية فقط ده معنى ايه؟ انه لا يجوز لوزير العدل التدخل في عمل عضو النيابة سواء كان في حالة التحقيق او للتهاب هو فقط وظيفة ادارية او اشراف اداري فقط او رئاسة ادارية لعضو النيابة طيب بالنسبة للنائب العام النائب العام هو ساحب الحق الاصير في مباشرة الدعوة الجنائية طيب اعضاء النيابة ايه؟ ينوبون عنه ولذلك ان وكيل النيابة بيبقى اسمه وكيل النائب العام ده المسمى الصح وكيل النائب العام او وكيل عنه في مباشرة الدعوة الجنائية طيب وعضاء النيابة العامة نواب عنه ليس له اصدار اوامر للنيابة في كيفية التحقيق ولكن للنائب العام سلطة اعطاء اوامر اثناء الاتهام ولا يجوز لعضو النيابة مخالفاته اذا هنا عضو النيابة هو بيشتغل عضو النيابة ليه؟ اختصاصين تحقيق ثم اتهام اثناء التحقيق عضو النيابة ليس لاحد سلطان عليه يحقق كيفما يشاء حسب مصلحة التحقيق لكن اثناء الاتهام انا بقى نقول النائب العام له سلطة على المحقق ولا يجوز لعضو النيابة مخالفة اوامر النائب العام في هذا الشعب طيب رئاسة ما عادى النائب العام ما عادى يعني ما هم اقل منه او ما دونه من المحام العام او رئيس النيابة على من يتبعوه وهي رئاسة ادارية اعوان القضاء القاضي دوره مهم جدا وكبير جدا ولكن هناك من يعاونه وبدور وبدون اعوان القضاء تتعطل العدل ودوره مهم جدا وكبير جدا اول نوع او اول اعوان من اعوان القضاء هم الكتبة زي ما قلنا من شوية ان المحكمة تشكل من قضاء ونيابة وكاتب انا اتكلم عن الكتبة اهو المركز القانوني الكتبة واحد هو موظف عام يطبع وزارة العدل يعني ليس له حصانة قضائية او موظف عام اتنين حاصل على الثانوية العامة على الاقل ممكن يكون حاصل على مؤال جامعي لكن اقل حاجة ثانوية عامة تلاتة حلف اليمين بيحلف اليمين امام رئيس المحكمة اربعة يخضع للمسئولية اذا اخطأ في عمل طب الكتبة او الكاتب الاعمال اللي بيقوم بها هو بيقوم بحاجتين اعمال مع القاضي داخل الجلسة واعمال بعيد عن القاضي يبقى رقم واحد اعمال مع القاضي مثل حضور الجلسة وتدوين كل ما يدور فيها والتوقيع على نسخة الحكم الاصلي يعني بيحضر مع القاضي بيكتب اقوال المتهم والشهود والنيابة والخبير كل ما يدور داخل الجلسة بيدونه ودونه يعني يكتبه طب ايه الاعمال التانية اعمال منفردة بقى بعيد عن القاضي زي تلقي صحف الدعاوة تحديد الرسوم تصوير الاحكام وما الى ذلك الفئة التانية من اعوان القضاء وهم المحضرون برضو هي فيها مهمة جدا تعرفهم تعرفهم برضو مهمة يا جماعة هم طائفة من الموظفين العاملين بالمحاكم وهم لا يتواجدون الا بالمحاكم الابتدائية ويشترط فيهم نفس الشروط التي يجب توفرها في الكتبة ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عملهم ونقلهم وندبه يعني بيوضعهم على المحاكم انت محكمة انبابة انت محكمة انجيزة انت محكمة القائرة وهكذا ويكون حاصل على السنوية العامة على الاقل طيب بيعملوا ايه يقومون بحلف اليمين طبعا بيحلفوا برضو اليمين امام رئيس المحكمة يخضع للمسئولية اذا اخطأ في عمله والمحضرون نوعين المحضرون ومحضرو التنفيذ يبقى انواع المحضرين هما اتنين المحضرون ومحضرو التنفيذ الفئة التالتة معنا لننتكلم عنها من اعوان القاضاء وهم الخبراء قاضي هو بيطلق عليه الخبير الاعلى ولكن في الدعاوة القاضي ليس عنده خبرة في السيارات ليس عنده خبرة في الزراعة ليس عنده خبرة في اجهزة الكمبيوتر فدعوة لو متعلقة بسيارات او زراعة او اجهزة الكمبيوتر وحصل فيها خلاف فنحتاج الى خبير متخصص عنده علم فني في هذا المجال لكي يقول رأيه تمام يبقى الخبراء تعرفهم هم اشخاص لديهم خبرة فنية هنميز كده كلمة الخبير علشان لما نجي نعرفه كلمة خبرة فنية في بعض المجالات كالطب والهندسة والزراعة وغيرها والمحكمة بتقوم بانتداب الخبير من تلقاء نفسه المحكمة رأيت ان الامر محتاج خبير والقادي مش يقدر ان هو يبت في الامر من تلقاء نفسه فبيحتاج خبير حالة الدعوة لخبير او بناء على طلب من الخصوم يبقى اذا عندنا حالتين هنا لنتبق خبير اما المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم على الخبير انه يقدم التقرير كتابي وليس اشفوي ليه كتابي عشان لما حد يعترض او يطنع عليه بقى عندي دليل مادي لسبب الطعام والمحكمة غير ملزمة برأيه زي ما قلت من شوية ان القاضي هو الخبير الاعلى يجب على الخبير حلف اليمين في بداية عمله يمكن رد الخبير احنا عم فين رد الخبير زي ما قلنا قبل كده رد القاضي هو الاعتراض على القاضي رد الخبير نفس كلامه هو الاعتراض على الخبير اذا وجدت اسباب قانونية قوية ويبديها لرئيس المحكمة اللي من له حاجة في رد الخبير نعلم ان المحاكم لها اختصاص قد يكون اختصاص نوعي قد يكون اختصاص محلي وقد يكون اختصاص شخص والاختصاص هو من النظام العام لا يجوز مخالفته قواعد الاختصاص يمن النظام العام ويجب الالتزام بيها ومخالفته ترتب عليها المطلن المطلق يجب ان تكون الدعوة دلوقتي بتكلم عن الاختصاص المحلي يجب ان تكون الدعوة داخل الاختصاص المكاني يبقى المحلي يعني المكاني المكان المدينة المنطقة حسب نوع المحكمة اذا كانت جزء او ابتداء اذا ما نشوف دلوقتي يجب ان تكون الدعوة داخل الاختصاص المكاني للمحكمة التي ترفع اليها طيب الاختصاص المكاني او المحلي بيتحدد ازاي بيتحدد على عدة امور واحد اما المكان الذي وقعت فيه الجريمة الجريمة اللي وقعت في اسكندرية ممكن تختص محكمة اسكندرية اتنين المكان الذي يقوم فيه المتهم طيب هو ارتكب الجريمة في اسكندرية وسكن فيه أسيوت يبقى ممكن محكمة أسيوت ثلاثة المكان الذي قُبض عليه فيه بمعنى هو ارتكب الجريمة في اسكندرية وسكن في أسيوت واتقبض عليه في بني سويف إذن هنا التلات أماكن دولة أو التلات محاكم في التلات أماكن دولة يعني عاقد لهم لاختصاص المحل ويجوز لكل محكمة النظر ولكن الأفضلية لمن حركت أمامه الدعوة أولا تاني إحنا أشوف ارتكب الجريمة في مكان ويسكن في مكان واتقبض عليه في مكان تاني هنا أصبح الاختصاص متوافر للثلاث محاكم ولكن هل الثلاث محاكم يجوز لهم نظر الدعوة في نفس الوقت طبعا لا هذا لا يجوز حتى لكن هناك تعارض في الأحكام ينعقد الاختصاص للمحكمة التي ترفع أمامها أولا الدعوة طبيعة أحكام الاختصاص زي ما قلنا بقى بس نقولها بشيء مبسط جميع قواعد الاختصاص سواء النوعي لو نوع الجريمة جنايات أو جنح أو مخالفات أو الشخصي أو المحلي تتعلق بالنظام العام يعني مصر بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها يعني ما ينفعش مثلا الجريمة اتماسكت في القاهرة المتهم والنيابة لا نروح معلها في اسكندرية عشان هناك الجو حلو لا طبعا ما ينفعش التحقيق لما بيجري مع المتهم لازم يكون فيه ضمانات الضمانات ديت هي باسمها ضمانات التحقيق الهدف منها ان التحقيق يتم على الوجه الأكمل والوجه السليم لا تشوبه شائب ايه القواعد العامة لضمانات التحقيق القواعد العامة لضمانات التحقيق واحد القادي الذي يحكم في الدعوة ينبغي ان يكون باشرة بنفسه كل اجراءات يعني انا هحكم في الدعوة انا دلوقتي بتكلم عن تحقيق نائد هحكم في الدعوة اكون انا بشرت كل الاجراءات فبالتالي لو فيه قادي من القضاء بسبب من الاسباب تخلف عن اجراءات الدعوة وجه قادي اخر يحل محله في الحالة ديت لازم تعدي الاجراءات اما ما زل قادي اتنين الاجراءات تكون في مواجهة الخصوم ويثبت حضوره شما رجعش خصم ينفي الاجراءات او يطلب ببطلان الاجراءات تلاتة الجلسات تكون علانية احنا شفنا في اول في سنة تانية في المرافعات المبادئ التي يقوم عليها القضاء المصري علانية الجلسات الهدف من علانية الجلسات هو مراقبة العامة لما يجري داخل المحاكمة اربعة المرافعات امام المحكمة شفهية شفهية المحاكمة ده مبدأ من مبادئ القضاء المصري خمسة يتم تدوين الاجراءات بواسطة كاتب مختص احنا شفنا من شوية ان الكاتب يدخل في تشكيل المحكمة وتشكيله من النظام العام فبالتالي جمع الاجراءات تدون وقلنا يعني تدون يعني تكتب من كاتب مختص يعني مش من اي حد الحكمة من التحقيق النهائي طيب احنا عملنا تحقيق او ابتداء امام النيابة او امام قاضي التحقيق والتهمة سابتة ايه الحكمة من التحقيق النهائي ليه تاني نعيد الكلام والكره مرة اخرى امام المحكمة هنشوف ايه الحكمة عندي اربع امور واحد الفرصة الاخيرة للخصوم لمراجعة الادلة ممكن اثناء التحقيق سواء امام النيابة او قاضي التحقيق ما قدرتش اقيم الدليل على براتي وانا بريء واصدر قراره بحالتي للمحكمة اثناء المحكمة قدرت اجيب الدليل يبقى اذا دي حكم اني قدرت اجيب دليل على براتي اثنين اقناع المحكمة للخصوم بثبوت التهمة المتهم اثناء التحقيق مش مقتنع ان التهمة سابت عليه مش مقتنع ان التهمة سابت عليه فتيجي المحكمة مع الادلة مع الشهود بتثبت التهمة عليه اربعة مناقشة الشهود امام الخصوم وتحت سمع المحكمة يعتبر جزء من دفاع الخصوم استثناء من شفوية المرافعة واحد الاستناد الى شهادة الشهود في التحقيق الاولي دي مهم او امتى المحكمة تستند الى شهادة الشهود في التحقيق الاولي اللي هو الابتداء يعني إذا تعذر سماع الشاهد يعني الشاهد كان شاهد في أمام التحقيق الابتداء وبعدين سافر أو مات ممكن ناخد بالشهادة بتاعته اتنين إذا قرر الشاهد أنه لا يتذكر الواقع يعني كان شاهد أمام النيابة ومرت مدة كبيرة على ما وصلنا للتحقيق أنها أمام المحكمة والشهاد راح قال مش فاكل خلاص ثلاثة إذا تعرضت الشهادتين يعني أمام التحقيق الحاجة وأمام المحكمة الحاجة تانية هنا بقى المحكمة حرة تاخد بالشهادة دي أو دي امتى برضو بنستسنى من شفاية المرافعة لاستناد الى اقوال المتهم في التحقيق الاولي يعني ممكن ناخد اقوال المتهم في التحقيق الاولي امتى اذا لم يحضر الجلسة يعني اعترف على نفس التحقيق الاولي بعدين ما حضرش الجلسة هناخد باعترافه اذا رفض الكلام حضر الجلسة ومش عايز تكلم انت فلان اتكلم يعليان مش عايز تكلم خلاص هناخد اقوالك دي ضدك انا اخد ثلاثة تعارض اقوال المتهم في الجلسة عن محضر الاستدلال يعني في محضر الاستدلال الكلام وامام المحكمة الكلام تاني الاستجناء عن سماع الشهود اذا اعترف المتهم احنا عندنا قعدة في قيمة شهورة بتقول الاعتراف ساد الأدلة المتهم اعترف ليس هناك حاجة الى دليل اخر اذا اطمأنا القادر الاعتراف احنا احيانا ممكن يكون فيه اعتراف على شخص عشان يحمي حد تاني لان القاضي لو مش مقتنع هنا طبعا القاضي جنيع والقاضي بيحكم بقناعاته الجنائية والقضائية على طول مش اخد بالشهادة لكن اذا القاضي اقتنع بشهادة باعتراف المتهم في هذه الحالة له ان يأخذها ويركن باقي الأدلة لان الاعتراف اقوى دليل استثناء المحاكم الاستئنافية من شفوية المرافعات ابنائي وبناتي الاعزاء في نهاية حليتنا النهاردة اتمنى لكم كل توفيه ونجاح وربنا وفاكم ان شاء الله وشد وحلكم هانة ان شاء الله والى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة